اشتركوا في القناة من جانبه اصدر مولوي عبد الحميد وهو من كبار الرجال الدين لبلوش اصدر بيانا ندد فيه بتصريحات الاستاذ الجامعي ووصفه بانه احد العناصر المثيرة للفتنة والرافض للتعايش السلمي بين القوميات والمذاهب ويعد التمييز العرقي والمذهبي من الاساليب التي يتبعها النظام الايراني بشكل مستمر لاحكام سيطرته على الشعب والتضييق عليه حيث يعتمد سياسة الترهيب بحق مختلف العرقيات والاقليات القومية في البلاد